موسيقى بسم الله معكم صديم حمود مهندس مدني قائد مهندس الواقع ان شاء الله بالفيديو ده احنا هنتكلم عن كيفية اخذ شغل مقاولات الحسابك او ازاي تاخذ شغل مقاولات الحسابك الفيديو ده اتمنى ان يكون مفيد والفيديو ده هيكون عبارة عن نقاط رئيسية فقط ان شاء الله لو انتوا محتاجين اي توضيح لأي نقطة فيهم اذكرها في التعليقات وبإذن الله هنعمل فيديو توضيح للنقطة المطلوبة بشكل تفصيلي بعون الله الفيديو هتقسمه الجزئين الجزئ الاول هو ايه الحاجات المفروض تكون متوفرة عندك عشان تعرف تشيل شرم اولاد لأي باند من البنود الجزئ الثاني ان عبارة عن مجموعة من النصيح لأكثر من ناحية التسويقية ومن ناحية العملية عشان تقدر تنمو بسرعة في المجال ده انت تعرف تشيل شغله وهكذا اول حاجة لازم اي باند تاخده باند تكون بتعرف تعمله مؤيسة تعمل استلام البند زي تعرف تستلمو وازي تعمل المؤيسة بتاعته وازي تعمل معاينته وهكذا ده اساسي فأي باند انت تشتغل فيه ازي تعمله حاص الكميات الخاصة بيه هتورق ويكتبر انت عايز يا يبقى ايه المعاينة والمؤيسة والاستلام وحاص كمياته ده حاجات يعني ايه حاجات منتهي منها الكلام يعني وازي تعمل ابديت لأسعار الخامات المستقلة في البند بتاعك بشكل دوري وازي تحدد هامش الربح الخاص بيك مرة خمسة في المية مرة خمسة وستاشر في المية مرة خمسة وعشر ازي تحدد الكلام ده كله ازي تكتب عقد احترافي عشان تضمن بيحقك والمالك يضمن بيحقه وميحصلش ايه نوع منوع التلاعب لازم يكون عندك صفحة على الفيسبوك خاصة بالشغل وفي نفس الوقت الجروب على الفيسبوك خاص بالشغل ولازم تهتم بصفحتك الشخصية الخاصة بيك اللي على الفيسبوك او ايه او لو انت عايز تستقرع على صفحة تنزل على انت عايزه محتوى تافى او اقرد التافى اعمل لك صفحة شخصية خاصة بس بالشغل اتكون خاص بالشغل بس تمام لازم تتابع الجروبات الخاصة بالبند اللي انت شغل فيه واتتابع ايه اكتر حاجة بتتحدث عليه ايه التحدثات بتاعت البند اللي انت شغل فيه وايه التفاعلات الخاصة بالبند البند اللي انت شغل فيه صور شغلك بشكل مستمر ونزله على الفيسبوك واعمل تسويق وماركتنج لنفسك اطبع لنفسك كارت شخصي واكتب عليه اسمك ومجال شغلك والبند انت شغال فيه اعمل لك كذا دولاب للصناعية والموردين عشان لو في يوم اتزنقت الشغل وحد خلف معك يكون عندك بديلي تمام لازم تكون تعارف معدات استهلاك المؤن والخامات للبند بتاعك او متوسط معدات الاستهلاك الخاصة بالبند بتاعك من واحد الانتاني ولكن المتوسط يفرق مع الجامل بعد كده يجب ان تعرف يوميات الصناعية والعمل واسعار المقاولين الباطن وإيجار المعدات كام وحيثيات يجب ان تعرف الفرق بين المؤولات والاستهلاك 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 او برنامج زمني خاص بك انت ده لفايدتك انت قبل ما يكون لفايدة المالك لازم تعمل علاقات كويسة جدا خاصة مع جهاز اداري المدينة انت تشغال فيها لان دول هيسهل لك الترخيص وغيره وغيره طبعا كل واحد بطريقته لازم تحدد هتشتغل خرصانات ولا تشطبات ولا اعمال تكملية ولا بند واحد بس تمام لو هتفتح مكتب لازم تحدد هل هو هيبقى إيجار ولا تمليك وانصحك لو انت في البداية كشاب يعني ما تبدأش بموضوع المكتب لان الموضوع ده متعب ابدأ واحدة واحدة ولما ربنا يكرمك وشورك يتوسع امسك لك يعني ايه وفكر في موضوع المكتب ده تمام واذا تعرف لو هتفتح مكتب بقى وخلص من قويت لان تكون عافية يعني ايه البطاقة الضريبية والسجيل التجاري ولازم يكون معك محاسب قانوني يفهمك في كل حاجة ولو اتعامل مع الشركات لازم تشوف السجالات بتاعتها وهي ترتبها في سجيل المقاولين قد ايه والنوع المؤسسة ايه ولازم تفهم ايه الفرق بين عضوية النقابة والسجيل الهندسي والكلام ده عملنا عليه فيديو قبل كده على القناة تتابع الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام تتابع تحديثات السوق وتحديثات لو نشعر في الدكورة وغيره تحديثات الناس العطول وجادة شغلك تمام لازم يكون عندك مهارات السيلز والماركتنج ده تفرق معك كتير جدا لما تزدع تعرف ازاي تتكلم مع العميل سواء مكلمة او مقابلة وازاي تقدي بنفسك ليه وازاي تقعد نقاط قوتك وتخفي او تدري على نقاط ضعفك وازاي تكون تتكلم معاه ويكون سعرك منافس للسوق اهم بقى حاجة من الحاجات دي ودي نهاية الجزء اول من الفيديو اهم حاجة لازم لازم تحافظ على مواعيدك وتهتم بمظهرك والهبسك والشكلك العام تمام نصايح هنيجي بالجزء ده هو النصايح العامة في شغل المقابلات ازاي تتسوق لنفسك وتبيع نفسك للناس مش معنى الكلمة لكن تجعل الناس تنبهر بك اول ما تشوفك اول حاجة لازم تحط في فالك انك عندك استعداد تاخد الرزق هي قاعدة عامة المكسب بيجي مع المخاطر لو فضلت طول عمرك عايش في السلسايد اعرف ان انت بعيد عن المكسب وهتفضل بعيد بعيد يعني لازم في وقت من الاوقات تاخد الرزق فتاخده انت صغير وتتقبل عواقبه ومميزاته احسن تاخده انت كبير وتفشغ فيه فمفيش ادنا مشكلة لو نوع بإذن الله تمشي في موضوع المقابلات ده حاول تبدأ فيه من انت صغير بدري ليه عشان الجواز وغيره وغيره ده مسؤولية بتبقى عليك فانت ابدأ بدري احسن لك لازم لازم تاخد الرزق واحدة واحدة برضو ما ينفعش تخشها بقلب جامد كده مرة واحد لا خد خلي فيه مخاطرة اوه كل حاجة ولكن بعقل كل خطرة تاخدها تبقى بعقل تمام حاول تستعين بالمكاتب الخاصة بالتسويق العقاري هم ممكن يساعدوك لجيبلك شغل حاول تشتغل في البداية حاول تشتغل في البداية مع حد قريبك او قريب منك او معرفة هيوفع عليك مراحل كتير حاول تستعين بخبرة حد وثق فيه او تعمل شراكة بينك وبينه او تمشي معه في الشغل الوقت مؤقت بس ما تستمرش معه كتير لانه ده هأسعلك سلبا بعد كده فانت حاول تاخد خبرتك منه تتعلم منه كيفية السوق وازاي التعامل مع السوق وبعد كده تتعلم تستأذم منه انك عايس بلا تشتغل لوحدك وما فيش ما فيهاش اي مشاكل ديها لو تشتغل خرصانات وعظمه وكده في المباني وهكذا حاول تشتغل من الناس المعارفة والعلاقات اللي انتعرفها اما لو تشتباط الحاجات البسيطة دي ممكن تشتغل اونلاين عادي خالص منعطي الفيسبوك او اليوتيوب فيه افكار للشغل زي الارضيات والقرانيش والجيبسن بورد والكلام ده كله حاجات ممكن تشتغلها اونلاين تمام لازم تكون عارف ازاي تصعر ويفي الفرق بين الديريكت كوست ويفي الفرق بين الديريكت كوست وايه الفرق بين الديريكت كوست وايه فرق بين ايه الهامش الربح ويقوم باقي وانت بتعمل الحاجات دي كلها ما تنساش ان فيه حاجة اسمها ضرايب وحاجة اسمها معدل تضخم وحاجة اسمها ضريبة مضافة والكلام الحاجات دي والحاجات دي بتاخدها في الاعتبار انت مهندس مش ايه مش اي حد لانا تكون وايخد اقل ريزك معك في الاعتبار ما تدفعش من جيبك ولا مليم المالك دايما هو اللي بيدفع انت بتنفذ بتاخد اللي هو بيدفع عن مالك تحول الشغل ما تدفعش من جيبك ولا مليم الا بضامن لحقك خلي بقىك من حتى لي لازم تربط دايما العمال او حتى مندوبين العمال او مقاولين العمالة بفلوس عشان ايه ما يخلعوش منك في حاجة تان يعني ايها مش احبش اقولها ولكن هي مش اسأل حد ولكن حاول ما تحصنش الظن في الناس بشكل عام يعني دايما يعني ان بعض ضن اسم صحيح ولكن سيء الظن دايما في العمالة بالذات وفي مجال العمل الى ان يثبت العكس تمام لازم يكون الشغل على اتفاقيات مكتوبة ما تصقش في كامل بق فيش كلام ده زي ما يقولك كما بيقوله مثال زمان ما عافش ايه ولعشان خدوهات العشان مات والتعامل خدوهات حاجة زي كده هو دا المبدأ بتاع الموقع و بتاع شغل المواد بشكل عام و البنوت تمام لازم يكون قلبك جامد وعندك صبر و عفياجي كما بيقوله ولازم هيجيلك اوقات هتخسر فيها و تقع و اوقات تانية هتطلع فوق جامد كل ما بتقع كل ما تطلع فوق تاني فانت لازم تخلي عندك مبدأ ان مش مشكلة اقع و مش مشكلة خاطر بس لازم اكون عندي تستعداد ان اقفتاني تمام و كل حاجة برضو بحساب و بعقل خليب كل حاجة بحساب و بعقل فيه واحد بقى يقولك انت بنا شكل صغير و سن صغير او شكل صغير و عايزة تشيل مؤولات و الناس بتصغير ان يستقل بقيل سيبك من الكلام الفاضل دا كله هم تكنعش نفسك بالكلام الناس بتشوفك بعينك قبل عينها انت نظرتك نفسك هي اللي الناس بتشوفك به لا و لها مية حال لبط لبسك هندامك شكلك اكتاية كلامك اكتاية التعاملك بيع نفسك بالكلام و الشكل و العلم و المعرفة هتلاقي نفسك افهمت اللي قدامك مهما كان شكلك و مهما كان سنك تمام ما تحطش العائق المعاقدة تمام طب انت ممكن عايز قبل عمين و مش عايز يستقل بيان صغير سهلا خالص و مش عندي مكتب ممكن تتفي معاك قبل في مكان مفتوح وتشوف لك واحد سكرتير كده حلال تاخده معاك تمام تقابله و انت لبس كويس و شكك كويس و طايت كلامك كويسة و ماسك الموبايل ما عافش ايه و السماع الايه و الساعة ما عافش هتظبط نفسك هتقنعه بيك درجة يحس انت انت تبيع الوهم ولكن انت بتسوى لنفسك عادي حشيء برباجاندا يعني زي ما بيعملوا في تفزيون انت بتعمل نفسك تمام والكارتل النظيف هتلاقي نفسك ان شاء الله ايه واحدة في واحدة ربنا عز وجل هيفتح عليكم من واسعة لو خايف انك ما عندكش سابقة اعمال ايه اللي ممكن اعمله عادي اشتغل مع اقرب الناس الناس قريبي الناس معرفة الناس كذا لان الناس ذي مش هتسأل عليها في الاول هشتغل معهم اللي هشتغله معهم هيتطلع منه شغل و ناتج ناتج ده يبقى صابقة اعمال ليا وهكذا انزل هنا وهنا 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 اتبهدل اخد صورة من هنا اعمل على هنا حاجات انت تعبت فيها و شفتها حتى لو مش شغلك يعني انت لو حتى لو مش شغلك انزل مع مقاول قل له هيتطلع شغل مع حضرك او اتضرب مع حضرك مثلا و انزلت و شفت الشغل وتعبت فيه و اشرفت عليه و ما عافش ايه بقى سابقة اعمال ليك انت خدت خبرة فيه لو ما عندكش مكتب ممكن تقابله ايه برا و دي ما فيهش ادنى مشكلة اوعد سيب الوظيفة اللي انت اشغال فيها لو انت مهانس او غير كده لو سواء محاسب او غيره او غيره ما تتبش الوظيفة اللي انت الروتينية اللي انت اشغال فيها إلا لما الشغل المقاولات يتمكن منك او انت تتمكن منه يبقى تقدر تعتمد عليه مئة في المئة ما تطلبش فلوس من المالك مرة واحدة اياك تطلبش فلوس يعني انت متحسسش ما تخليش المالك يحسس هو بيغرق ان انت طلب من نفسك وهو بيغرق لا 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 دايما حاول توفر عامل امان عند المالك حسس ان هو معتمد على واحد هو ما يحسش ان انت هتضيعه مدام هو حسس ان انت هتضيعه يبقى انت نفسك اللي ضيعت تمام قولنا ثاني واهم حاجة ما تسيبش الوظيفة الروتينية قبل ما شغلك في المئولات او في البنت تشغل فيه يكون مئة في المئة او انت حسس ان انت تعتمد عليه و ده في اي حاجة سواء مواجد او غير مئولات حتى لو انت تشغل لو هتفتح مشروع ملابس ما تسيبش شغلتك اللي بيجيب منها مصدر دخلك و مصدر دخلك الا لما المجال التاني ينجح معاك و يبدأ ايه يجب دخلك محترم تمام ممكن تشير مؤولات و انت موظف و تفضل موظف تضاف عاطون ما فيش مشاكل يعني فيه ناس كده عامتها و ناجح ما فيش ادنا مشكلة و خلي قاعدة عندك اساسية اي شيء نقطة المية اللي بتنزع على الحجر طول ما هي نازلة و مستمرة هتخرم الحجر رغم اسوط الحجر ولكنها و ضعف النقطة المية ولكنها بالاستمرار هتخرمه فانت الاستمرار هو النجاح في كل شيء الاستمرارية هي النجاح حتى اللي بيستمر في الغلط بينجح فيه ما تستخدمش طريقة واحدة في التسويق لنفسك نوع طرقك و فيه حاجه تاني فيه ناس مثلا تشوف تلاقي ناس طلب شغل على الجروبات او على الفيس و ده يخش يعلق بصفحة الشغل بتاعته و يكتب و يسوق لنفسه اولا حط القاعدة عنك العميل اللي بيدور على شغل بيدور على الناس اللي اصحاب الشغل قبل كده شكروا فيهم يعني ايه بيشوف الناس اللي ناس بتشكل في شغلوهم بس ما بيبصوش للناس اللي بتسوئل نفسه يعني منفعش انت تيجي في كومنتات مثلا تقول له تسوئل نفسك في الكومنت و تحطوه صفحة ده السوبر الخيس و بايخ قوي يعني صراحة لازم تعمل حسابك ان الشغل و شغل المعارض او غير المعارض اي شغل خاص معرض لتقلبات السوق وتعمل حساب مخاطرة تقبلها بصد الراحب يعني انت تكسبت مبارح حسابت انت تكسبت بكرة حاول تستعين بالبعادة الممولة على اليوتيوب و على الفيسبوك كويسة جدا و تجيب تأثير كويس جدا ما تستخدمش طريقة طريقة التسويق الرضيق حاول تخلي نفسك كده لو بتعمل جرافك او غيره شيء معتبر حاجة محترق كويسة ممكن تعرف تسوئ نفسك ببدا البروباجاندا ايه هو عبارات بتجزيب ثقة العميل ايه يعني انا عرض شغلي تمام فبعمل عروض ايه هو العرض مثلا كذا كذا مع وجود معينة مجانية كلمة لذيذة او رفع مؤيسات وحص كميات وعمل مؤيسات ومساعة بشكل مجاني او عمل رسم 3D للشغل على سواء عصدي ماكس او غيره مجاني حاجات دي تحتاج يا اما انت قوي في البرامج المعمارية تستطيع مكسب ومساعة ممكن تعلم الوحدة يا اما تجيب واحد مهندس مدني او مهندس معماري يشتغلك وانت كاكاة رم ربنا وتفتحها عليك وتبدأ تشيل شغل تحتاج الناس معاك فتبقى فتح التخيل عليك وعلى غيرك لكن على المهم البرامج المعمارية ليس صعب تعلمك لو انت بعد القناة ستجد حاجات معمارية ان شاء الله ممكن تقول برضو مقولة تسويكة لذيذة يقول لك معروفة جدا ومستهلكة يقول لك ضمان سنة ضد عيوب التنفيذ برضو شطب شاقتك بأرخص سعر المتر شغل تسويق شركات شطب شاقتك بالتقصيد اشراف هندسي مجاني ببلاش دعم فني مجاني كأنه خدمة عمل ولكن طريقة كويسة بحس العملية انت هتشاركوا كل حاجة فانت لما تبدأ تاخد شغل لا تبصش نفسك لا عامل نفسك معاملة الشركات الكبيرة فقر تفكير الشركات الكبيرة ولكن خد كل خطوة ترتبها وخلي فيه مخاطرة ولكن بعقل نتمنى لو في اي فيديو محتاج لتوضيح محتاج لتوضيح محتاج لتوضيح اذكروا في التعليقات وبعون الله تعالى نتمنى مساعدتكم في نشر فيديو ونشر المحتوى واللايك والشير وتفعيل الجرس والله سنبتحب اوفر معلومة كويسة وان كنت اخطأت فسامحوني والسلام عليكم وحط الله وبركاته مع تحيات مهندس الواقع